تحت شعار من النجاح إلى التمييز اختتمت في عمان فعاليات المؤتمر الأردني الدولي السادس والعشرين لطب الأسنان الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبمشاركة 1500 طبيب أسنان من الأردني والعديد من الدول العربية والأجنبية وقد حضر في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام حوالي 84 طبيبا من الأردني ومختلف دول العالم حيث قدموا خلال جلساته أبحاثا علمية لآخر ما توصل له العلم في هذا المجال وقال رقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إن هذا المؤتمر الذي حضره عدد كبير من المسؤولين يأتي ضمن سياسة نقابة أطباء الأسنان الأردنية للاهتمام بعقد المؤتمرات الدولية في الأردن لرفع مستوى الأطباء الأردنيين والترويج للسياحة الطبية وسياحة المؤتمرات في المملكة